سلام عليكم وياكم حسين أعلنت شركة سامسونج بشكل رسمي عن هاتفها الجديد الجالكسي M11 اللي يجب تصميم من البلاستيك مع شاشة بحجم 6.4 إنش وبدقة الفول ايش دي بلاس ومن نوع تي اف تي وبابعاد العشرين الى تسعة وبكثافة بكسلات ميتين وثمانية وستين بكسل في الإنش ومستحوذة على ثمانين بالمية من الواجهة الأمامية للجهاز انتقالنا للأداء الجهاز يملك معالج السناب دراجون 450 المصنع بتقنية 14 نانو متر مع رام 3 أو 4 جيجا بايت واسعات خزين 32 أو 64 جيجا بايت مع معالج رسوميات من نوع الادرينو 506 الجهاز يملك ثلاث كاميرات من الخلف الأولى بدقة الـ 13 ميجا بيكسل للتصوير العادي والثانية بدقة الـ 5 ميجا بيكسل للتصوير بالزاوية العريضة والثالثة بدقة الـ 2 ميجا بيكسل للعزل الكاميرات قادرة على تصوير فيديو بدقة تصل الى فول ايش دي وستين فرايم أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي بدقة الـ 8 ميجا بيكسل تصوير فيديو بدقة الفول ايش دي و 30 فرايم البطارية بسعة 5000 ميلي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة الـ 15 واط السعر 130 دولار ما يعادل 160 ألف دينار عراقي أتمنى أعجبكم الفيديو والاستفادية من الفيديو إذا أنت والمر تشوفني ادمنى اشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى نوصل لـ 200 ألف مشترك بأقرب وقت اتحياتي لكم في أمان الله